بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسهر المرسلين أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو يا طلباء هو أنه سأعطيكم موضوع مادة الفلسفة للفصل الثاني فبالتالي بعض الثانويات هو أنه داروا الاختبارات قبل الموعد الحقيقي اللي نرمو أنه تبدأ اليوم يعني من الأحد إلى غاية يوم الخامس وكل ثانوية أنها دارت الاختبارات قبل موعدها الحقيقي هو أنها ستتعرض إلى عقوبات صارمة لأن وزارة التربية الوطنية نشرت منشور وأنها شددت بهذا الأمر ويجب على الاختبارات أن تكون في موعدها الحقيقي والمتمثل في من 20 مارس إلى 24 مارس في هذا الفيديو سأعطيكم اختبار السوداء الثاني في مادة الفلسفة شعبة أداب وفلسفة هو أنه عالج موضوعا واحدا فقط على الخيار الموضوع الأول هل العلاقة بين الدالي والمدلول مبنية على التلازم أم الاستلاح الموضوع الثاني قيل إن النظام الاقتصادي القائم على الحرية الفردية كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب فهنا أنكم الدفع على النظام الرأسمالي الموضوع الأول سهل وبسيط يتحدث عن الدالي والمدلول العلاقة بين الدالي والمدلول الموضوع الثالث يتكلم عن فلسفة الرياضية يعني النص يتكلم عن فلسفة الرياضية هذه الثانوية هي ثانوية ابن تواتي محمد يعني موضوع جميل جدا فبالتالي ان شاء الله تعالى ان موضوع الفلسفة سيكون سهل مثل هذا الموضوع ان شاء الله تعالى وان كل عام اصحاب شعبة الادب فلسفة ديما يفرحوا كما فرحوا تعالى العملي فات بالعدالة انكم راحين تفرحوا ايضا انتوما ايضا فرحوا اصحاب 2020 بايضا مقالة الاخلاق كانت مرشحة وبالاضافة ايضا هو انه سنة 2019 الابداع كان مرشح وطاح في سنة 2018 الانظمة السياسية كانت مرشحة وطاحت 2017 يعني انه كانت مرشحة اللغة والفكر وطاحت لانه اللغة والفكر في 2017 كانت هي المرشحة الكبيرة لماذا لانه من 2008 منذ وقوعها بطريقة الاستقصاب الوضع حتى ال2017 حطوها لمجدل وكان منطقي انه يحطوا لهم ما قالت اللغة والفكر جدل الانظمة السياسية ايضا لما تحطت في 2018 هو انه من 2012 ما تعودتش حتى ال 2018 2019 انه كثير من التلاميذ كانوا يتوقعوا انه الابداع ميجيهمش جدل كانوا يتوقعوا انه يتوقعوا لهم استقصاب الوضع وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه الكثير من التلاميذ سوى في 2019 ولا سنة 2021 وهذا الامر دي من كروا لازم عليك تعرف طريقة الاستقصاء بالوضع لانه الابداع طاح في سنة 2012 بالطريقة الجدلية وتم اعادته بطريقة الجدلية ايضا في سنة 2019 فبتالي انه لازم عليكم تقرب طريقة الاستقصاء وتهضمها مليح لانه راهي مهمة جدا اذا ما عرفتش الجدل هو انك مباشرة طرح طريقة الاستقصاء بالوضع وديما ديما اختار الموضوع اللي قادر تحلل فيه الموضوع اللي قادر انك تجي فيه النقطة سواء كان جدل او استقصاء بالوضع اتفقنا في هذه النقطة يعني واش تخير يا الجدل ولا الاستقصاء حسب طبيعة الموضوع اذا جاك الجدل سهل انه دير الجدل اذا جاك الاستقصاء بالوضع سهل وقادر انك تحلل دير الاستقصاء بالوضع واذا طاح لكم مثلا نفطار ذو انه الدول المدلول اذا طاح لكم استقصاء بالوضع والله يغير كل الطالبة انكم تتحصلوا على الستة السبعتاش لانه مقالة سهلة ماهيش مقالة صعيبة اذا طحت لكم جدل انكم تروحوا مباشرة تندلوها جدل يعني حسب طبيعة الموضوع الذي يطرح اتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء وكامل الطلبة اسكو خدمت اليوم اولا في مادة اللغة العربية ومادة العلوم الاسلامية والى اللقاء